موسيقى مباشرة وبدون تنميقات أنت متهم من طرف الحكومة بالدفع إلى المجهول وتقليب الناس على الشرعية التي أفرزتها انتخابة 19 أكتوبر مهي متهم لا هذه الدعاءات وأكاذيب لأن التهمة المفروضة تكون مؤسسة على وقاع وتتقدم الجهات المعنية التي هي القضاء لما سيد وزير الداخلية في قناة التلفزية الوطنية الأولى في أعلى درجات المشاهدة يسمي يذكر اسمه من اسم وراء أحداث سليانة معتها ما هو نفس الوزير اللي هو سي علي العريض اللي سماني في نشرة الأخبار الرئيسية أيضا على أحداث بن قردان وأنصفني القضاء وكذبه محكمة التعقيب حكمت باستجلاب الملف من محكمة مدنيل المحكمة جابس على خاطر تأكدت من قيام تدخلات في الملف هل يطلعت أنه صحيح هو غاد ولم يعتذر التوانسي تخليه مني يانا بي اثنين موت تهمني على سليانة على سيدي بوزيد أيضا وفي وسائل العالم كلها وفي المجلس التأسيسي وهلو في الأخر طلعت هو خاطئ ولم يعتذروا ما قادم حتى دليل هاو اليوم كيف كيف في أحداث سليانة وقبلها حكومة الباجي قيد السبسي وقبلها هو على جابس أيضا وقبلها هو على عديد من أمك إذن كما تلاحظوا هذه حكومة توضيف للفشل الكذب ثنين شكون اللي حرض على الفوضى؟ شكون اللي اطلق النار؟ شكون اللي اعطاه خطاب الفتنة؟ لأنه الرش اللي تضربوا به التوانسة وتعاملت معهم لحكومة الالتفاف على الثورة وكيينهم موسم سيد تستار في أولادنا عملت أمبرالا مع خطاب متعفتنا علي العريض تكلم كنهضاوي موش رجل دولة ما جمش يكون رجل دولة ما جمش يكون نساء أنه زير ودخل في حالة ما استنبالي رغم أنه سيد علي العريض وزير الداخلية في الفترة المولة برشا معارضين ما يعرفوش قراب لك في الرؤية السياسية قالوا هذا رجل دولة هي غلطه مثال شو عارفوها عدم بعد ما وجربوه وقل يزدم على نهار 7 أفريل على البطالة ما وجربوه ونهار 9 أفريل كيتخل بالعنف لهنا على نخبة البلاد ما وجربوه وشفوه في 14 سبتمبر فيضيحة 14 سبتمبر سفارة الأمريكية ما وجربوه وقل الاعتداء على المسرحين نهار 25 مارس قدام المسرح ما وجربوه وقل يتحرقوا بالنار ولادنا كبدنا في منزل بوزيان والعمران ما وجربوه في هذا وما تفتحش بحث رغم أنه قاضي التحقيق عاين التعذيب وسجله ما وجربوه في الاعتداء في سليان هذه قضية 206 المحكمة العسكرية ما وجربوه في القمع اللي عمل فيه ما وجربوه في ماتر ما وجربوه في حدث بوسالم وقل يبوسالم غارقة ورب يعلم بحالها وأهلي هذا علي العريض اتهمني وقل الناس حركت ادفع على لقمة عيشها ديارها هزها الماء قال يمو أهله غاديك هم اللي عملوا عملوا كذا أهلي أهلي وتجرس هذا يا كله قاله وما قدم حتى النهار دليل هل تعرفش مع انت في السياسة تعرف لو كان شخص يحترم روحه يستقيل حكومة تحترم روحها تقيله الدولة ديمقراطية تحاكمه لأنه يحرض على الفتنة بخطابه ويدفع البلد نحو المجهول نحو الفوضى نحو العنف الميليشيات خلنا اعطيك عدم يساديش سعلي العريض وقلي ميليشيات انت حركت النهضة مشات لأحد اللي جاء العمال اللي داره زدمت عليه تعرف فين داره بجناب دار السفيع لما رك وزدمه وكتبه ورحيوته وسبه وكذا هاي يجبها لحم الحالات فينو ريناهم في أماكن أخرى وقلي في قمع أولاد الشعب يزربوا في الزحف على الصفارة الأمريكية ما ريناهمش في قمع أهلنا في سليانا وفي سيدي بوزيد وفي قفصة وفي القسرين وفي جندوبة وفي بوسالم وفي باجة وفي النفزة وفي غيرها يزربوا طيب في ماتل يزربوا لكن لكن وقلي يلزم يحمل حريات في المسرح ما ريناهمش وقلي المثقفين يضربوا المبدعين المسرحين ما ريناهمش وقلي يقع الهجوم على الأحزاب ما ريناهمش والآن وقل الاتحاد العام التونسي للشغل قلعة النظر الوطني وقتاش في ذكرى استشهاد الزعيم الرمزي الخالد فرحة حشاد يزموا يزموا على بطحة محمد علي ميليشيات يزموا على بطحة محمد علي اللي انطلقت منها الثورة واللي انطلقت منها التحرير منتع البلاد يزموا إذن فينو علي العريط المعلومة دي أستاذ شكري جت كنتي وحنا قاعدين نسجلوا نسجل وإيه جتني من نقبين ومن مناظرين من بطحة محمد علي خليني ناسلك سؤال بصراحة وانا نعرفك وصدثتك في أكثر مناسبة سواء في هذا الممر وفي غيره يعني نحس وراك برشة مكينة دور كبيرة معناتها ما يمكن أن يدفع الحكومة في اتجاه اتهامك معناتها بصراحة معناتها محاط بي لا خليني نقول أنا نرى بحديك يجيك تلفوناتها وثما حكيها هنا وثما حكيها هنا في حزبنا قيادي في حزب ما شو نعمل يلزم كل واقعة لكن هذا كل كل واقعة ولو جزئية في أي مكان في البلاد اللي فق يعلموني به هذا الدولة أنا كرجل السياسة ومسؤول سياسي ما لشنوها تخسني كيوزير الداخلية راكت بنوما بلكش يجمع هذوما كيف هو قنا راكت بنوما والأمن مش قاعد يظهر في كل بلاس لا الأمن يظهر فين يقمع ولاد الشعب ويغيب وقلي يلزم ويظهر الآن 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 تغزم ميليشيات تغزم على الاتحاد اللي عم تنسي لشغل وذكروا تاريخ ربعة ديسمبر راهوا ليلة اغتيال الشهيد الرمز البطلة الخالد فرحة حشاد عنصر إجمع وطني مش تعرفوا الناس دي حقدها على الاتحاد حقدها على الطبق العامل حقدها على العمل النقابي أو حقدها على الجانب النير والمشرق من تاريخ البلاد طيب بعد نرجع ستشكري لعلاقتك الملتبسة ولعلاقة حزبك الملتبسة من الاتحاد اللي عم تنسي لشغل مش هش فسرها تحدثوا برشا على الرش راهوا الرش متاع الكلام متاع السياسيين متاع المعارضة اليوم أربك الحكومة ويقولوا اللي هو اللي دخل بش يدخل البلاد في حيات رش بالكلمات المعارضة تكلم بالرش ذاك يقلق والرش على التوانسة ذاك ما يقلق لا خلينا ما قلش هذا هنا تراكموا متاع أرباك للحكومة لدرجة أن يعني ألقاه مكتوفهم في اليمي وقال له إياك أن تبتلى بالمان معناتها تدفع فيه في اتجاه أنه في الشارع التحرك في الشارع في كل مكان أعطي صميت وغير وبعدك هتقولش بيك لأتدفع بشكل دائم أنا أعجبني كلامك برش للاعتبار بسيت وسهل فابتوا معنا هذه حكومة شرعية وأغلبية وشرع معها وعندها الدنيا كل ومعها قطر ومعها أمريكا وعندها برشة فلوس وعندها التاريخ وعندها النظال وعندها جغرافي ونحن نسفر فاسل تفهمونا طوا يا إما نحن نحركوا في البلاد من شمالها لجنوبها ونحن قوين وقدين نحركوا الشارع كما لنا في سليانا بعشرات الألاف وكيرينا في سفاقس بعشرات الألاف في قفصة وفي غيرها وإلا أنت خبدوا اللي يسد كلامك روانا معاه هذه خريطة سياسية متحركة مش بشرط هي تكون إذن تغيرت موزين القوة في الواقع أنا لم أقول هذا إذن تغيرت موزين القوة في الواقع في فترة انتقالية إذن تغيرت موزين القوة في الواقع ربما أقول ربما إذن التوانسة اليوم يضربوا عزلة متنامية سياسية حول حركة النهضة ويضربوا عزلة شعبية حولها ليش؟ لأنها لم تنجز وعودها لأنها مارست الكذب على هذا الشعب وعدته برشا ملدته كرشو عرفك الوحدة تبخت الماء ما تحطي كان الدول البخار ملاوهم باش أربع مئة نلف باش يخدموهم مياش يعملوا باش كذا باش كذا في الأخر طلع كلام من دليل مدهون بالزبدة إذن توانسة من حقهم وقل يراوك أنت تبيع في البلد للقطر وقل يراوك أنت تبيع الحكومة هذه الشركاتنا الوطنية اللي تخدمنا في ولادنا كما تونيسير اش يعملو لها سيدي يجيبونا شركة قطرية ولاحظ قطرة ويضيقوا على تونيسير باش يبركوها السيتيان اللي هي كان دخلنا في المليارات اش يعملو لها سيدي يعطوا الشركة إيطالية باش تفوق لسوء الحكومة قالوا هذه مجرد مشاريع للدراسة لا 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 سيدي أخويا أنا مشاريع متاعك للدراسة مشاريع متاعك طوى نولو نعمل في كاش كاش مع بعضنا السيتيان جمع الفاتر بدايت حثهم ربما خطوة تونسية تقدمة شوية التفاقية سيعة طوى وبعد ما عطوها الركاب طوى أعطوها البضايع الشركات المؤسسة اللي وقع مصررتها من عائلة بن عليم تعلمها فيها الأقديمة يحب يبعوها في التركينة مراكنة بالدرجة بزربة بخسولها أثمانة هذه مية ربحة وفيها برشة فلوس تمو خلوها للدولة خلوها قطعام خلوها للثروة الوطنية هذه اليوم يبيعوا في أراضي التوانس الملك العام يبيعوا فيه للأجنبي هذا في تقديري ماس بالقرار الوطني هذا يخليهم تابعين هذك عليش منزال عادة منزال منزال وتوانسة تعامل من الفقر وتعامل من البطالة وتعامل من وقالونا بشي خدم نخدمه من بعد يجيكو وزير سيسمه متاعه التشغيل يقول راو مش مهمة التشغيل ويجيو يعطونا أرقام ما أنزل الله بالله نازلك سؤال شكرا قلنا نبالة وكانت تذكره قلنا أول ناس تتكلم أنا شخصيا تتكلمت وقلت راو تدحيط البيدي جي المعهد الوطن للأحصاء أراه وراه خدع أراه جابه واحد موالي باش يعطي أرقام على القياس وهنا قاعدين نشوفه شكرا شوف ندود أرقام محالا لكن ندود إيجابي واحدة 2.6 واحدة 3.5 اللي كلها مش مشكلة إنهم إيجابيين بالله خناسك سؤال أستاذ شكري أنت كقائد سياسي وعندك قراءة سياسية للواقع البارحة واليوم وغدا تتصور أي حكمة في العالم في ظل هذا ما يحدث في الشارع وهذا الصدام وهذه الحركة الشماعية وهذه الاعتصامات نجم تعمل منجزر ما هو اللي يوقعه هو نتيجات شبهكم تبدو بالنتيج ما تبدوش بالأسباب خطرت نحكيه في السياسة نحن نحكيك في السياسة في السياسة نهار 23 أكتوبر نتصلوا في الانتخابات في السياسة بعد وضع اسمعني عاد وضع مستتب هذا اعتراف مهمة أنا جاهك عاد ليه نحنا قلنا انتخابات مع أنه وتفضل وحكمه ما قلنا يكلم هدايا بلكش السار وكان ثمه هدوء وكان استقرأ وكانت الناس قابلة وتفضل أنجز مهامك عملونا حكومة متاع محاصة حزبية فضيحة فضيحة بكل مقاييس لأنهم وصلت بين وزراء وكتب دولة مستشارين لهم امتيازات كتب دولة أو وزير أو مديرين عامين لهم أو مكلفين بمهمة لهم امتيازات كتب لو بمدير مية واثنين يتقسموا فيها غنيم البلاد ولاد معتمدين دي بي دي جي لا الولاد في شخص بلدي زمها ولاد أنا جاي كنش كون يجيبوا فيهم ممنين يعطوا فيها لجماعاتهم الأسهار الأسهار والأقارب والموالين وأبناء الجيها وكذا وش تونسد تونسدكية صبروا عليهم برش بعد جاوبوهم شعار توا مركزي الشعب فد فد ما ترابل سي لأننا نحنا إذا إعادة إنتاج ظهر تسترابل سي عن طاق واسع تقول لي الحكومة يخي بصراحة هل نعطيك حاجة صراحة أستاذ شكري وإنت إنسان مناظر سياسي وكل سمحني هل نصنف الفكرة هذه أي حكومة الآن رأي مش بتعمل معجزات هو شنو المطلوب هو لو كان حكومة قلناها انت كفاءات وطنية قلنا نهار واحد أكتوبر الفين وحداش ففتتاح الحمل الانتخابي قلنا نحنا مع حكومة كفاءات وطنية ضيط العدد محدودة العدد خليه تخدم والانتخابات تمشي منحة آخر البلاد تحب التونس يحبوا يشوفوا حاجة ما قلقش الآن هنا أراه التونسي في سليانا لو كان رأى بداية الطرقات تتخدم ولبنية السي بداية تتحرك لو كان بربي التعينات تحبوا ما يتكرتش من جنابه ووقل يجي يشوف أنه على 3000 واش تعيين سليانا تاخذ 31 فقط كيف يش تحبوا يخي الحكومة عندها مشتخصة مع سليانا وغير سليانا المنقل الداخلية يعني مش مشتخصة مع جهل جهل وغير سليانا وعندها مشكلة مع سليبوزيدي ومع قفسة ومع القاسرين هي عندها مشكلة مع البلاد ومع القضاءات ومع الإعلاميين ومع الأكاديمي والجمعين ومع المحامين ومع الخبراء المحاسبين ومع النقبين ومع أسحاب الرواتب اشتار غلاء أسعار فاحش وتعرف أنه الجوع بالكفار الموظفين الموظفين اللي كانوا شدين لك لا سمويان لبتيت برج وزي اللي كانت شد الأمور ولا بس اليوم النهار وضحها الاقتصادي كيهزي قفة وانتي وانتي موظف ما كنت هزي قفة وكتبشي تقضي ولا تنجم انتي كما كنت قبل إذن أمام هذا الوضع هذه حكومة فشل هزي يطلب سيدي خوي أنه الأداة تتغير طيب 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 هذا اللون الأسود اللي أداكن يعني تشوفي اللون آخر أنتي ميسالش هزي أجمع رئيس الدولة يقول فيه ما حش يقول فيه أنا طيب نجيك بعد خطاب رئيس الدولة قال لك أن نوصله هكا البلد تمشي لها بش نجيك أنا لخطاب سيد رئيس جمهوري المؤقت يعني زاد عنده عنده مرية سوداء لا لا لون أسود ربما عنده هو اللون الأسود هذي عنوانه السياسي شنو وفاة شرعية لدها ليه ليه هل هي شرعية الحكومة لا علاقة لها بالشرعية لو شرعية عنده مجلس التأسيسي فكرتش بيكم هنراني يا توا خليني توا من المجلس السياسي أنا رجل قانون هذي هي الحكومة المجلس التأسيسي هو شرعي فقط عطاها تفويض جزء لي بعض صلاحيات فإذا بها كل كل الصلاحيات وولد تخدم فيها عندها ملعق بها إذن هي الحكومة هذه حكومة تفشل عليها تغادر كل حكومة أما تغادر بالانتخابات أو تغادر بالإقالة أو بالاستقالة في الحكومات المحترمة في المجتمعات الديمقراطية حكومة كيتفشل وبالو نيغاتيف ديقولك سامح نحن يتستقي نحن نجمعها شدين في الكرسي وموتها يرعشوا عندهم حق وزر يتعاركوا على دزيان وفوتور وزر عمرهم ما خدموا في حياتهم نهار ما خدموشوا لا خبرة لهم لا ما عرفها كانوا في السجون وكانوا يناظلوا يعني ما السجن تجيبوا كانوا يناظلوا في السجن هاكا يعني يمشي الحزب ويناظل راهوا الدولة لا تدار بالمنطقة هذية متاعها كانوا في السجن يناظل يشدر ردوا بيكم بلكش يجربوا لحجام فيروس الهتامة بلكش تونس اللي عمرها ثلاثة لف سنة أو يزيد وعندنا وخبوا عندها هو سيد الرئيس الحكومة كان صادق وقال احنا قاعدين نتعلم يتعلموا فينا نحن نحن فقران تجارب التونس فقران تجارب يعني رئيس الحكومة اللي بين قوسين نطلب إن شاء الله فأسروا منا أسر راجل غنوشي لأنه مسكين ما عنده حد شي وسعلي العريض يجرب فينا في الوحدة متاعه الهدايا متاع قطر يجرب فيها في التونس نحن فقران تجارب اذا مشتروع قسمة اذا مشتروع قسمة في الوسط لا لا هم قسمين ذهبت ريحوهم لأنه نكدري ذهبت ريحوهم ذهبت ريحوهم أله ولو يسيبوا في بعاظهم في العالة للآن اليوم عايززين على تعبئة الناس اليوم شبابهم هرب فيني تعبئتهم ما عملوا حمل تكبس اللي طلعت يكبسوا يكبسوا باح كبسوا باح تايبونا بشير التكاري وكبسوا باح منعوا الفاسدين واحموهم وكبسوا باح ضربوا اعتداول العالمين وكبسوا باح ضربوا المثقفين وكبسوا باح الزوال معاك في حد شي كان يضربوه بالرش في سليانا. باستو علي مبارش انتو مكان معارضة الجبهة الشعبية الوطنيين الديموخاطين موحد ايضا وكل والحزب العمال وغيرها من القوى المعارضة كانوا مكبسين بارش على الحكومة واربكوها صحيح لكن. نحن قليس فرد فاصل عهد وهم عندهم شعبية. يا راجل. يا راجل جاوزنا هذي الكل. طيب. 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 شو دور المعارضة في العالم. في اي مكان في العالم. النقد. اه الحمد علي. يعني طوى. انتم انتم مشيتوا في الانتقاد يا اقصى. اه انت معاك المعارضة البناء والنقد البناء. انا قاعد نسهل شكرا. هم يحبوا راو النقد البناء والمعارضة البناء كما كان يقول ابن علي. دينهم نسخة راضي امنهم. دورنا ننقد ودورنا نبلغ صوت شعب. ودورنا نقدم مقترحات وقدمنا مقترحات وحلول مكتوبة في مؤتمر الحوار الوطني اللي دعا له الاتحاد العام توسي لشغل. واللي حصل له حوله اجمع وطني. واللي احضر له بركة خرج الحالة الوفاق الوطني. لا مش كان هاي حتى مؤتمر الجمهورية خرج مؤتمر ايضا من الجمهورية محضر شيء. يعني اللي ساحب بيه حركة النهضة. عندك حضر. اه قلت حركة النهضة غادرت. لا 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 مو اخطيرك اللي بتقول فيها. اه غادرت حركة النهضة غادرت انا معني بباب حركة النهضة. اه غادرت هذا الاجمع الوطني. اه وقدمنا مقترحات مكتوبة كجبه شعبي. واضح. على المستوى السياسي والمباشر والفوري. وعلى المستوى الاجتماعي المباشر والفوري. بيه انت نشط سياسي اليوم وقيادي اه في في الجبهة الشعبية وامن عامة حزب. ما الحل? حل? اذا اذا الحكومة فشتت. بيه? واعترفت بذلك. مه? على الاقل من خلالي ثالث اه المثلت. خلينا نقول السيدة رئيسة الجمهورية المؤقتة دكتور محمد نصد مرجل. ما الحل? ندخل في حيطة? لا لا. مو ثم حلول. بلادنا على الحلول اما اقبلها رموش كان اه صيد رئيس الجمهورية المؤقتة. حتى الرئيس المؤقت للحكومة المؤقتة كيف كيف? اخي موش مرة في شوف الواحدة نقول لهم فيني الحكومة. مهم. فالتلفزة ما عندي نوع المباشرة نسائل انه عنده حكومة وهو رئيسها. مهم. فيني الحكومة تال مغايبة. شنو الحل لو اه? هدي بلادنا. معناش بقعة اخرى نحنا. نعيش وفاها. لانا مهربناش منها. المهم المهمة. المهمة نعرف ناس تشكري ونخلي لك مجال. الفراغ لا والمجهول لا. الفراغ لا وحاطة الصدام لا. يعني يبدو ثم مشروع متاع انقسام في الشارع. على الارض. اه ما بين الجبهة الشعبية والقوات ديمقراطية المعارضة. ما بين الحزاب الحاكم ومثالة الحاكم. وهذا مخيف رأو خطير. اولا اه بالنسبة لنحنا كنا حارسين وقدنا التصور. مهم. اليوم البلاد في ازمة. مهم. وهونالك اجمع لانه هذا التشخيص. يعني البلاد في ازمة خانقة. المسؤول على هذه الازمة الى حكومة المؤقتة. نحن نسموها حكومة التفاف على طبعا. نحن نحن في الجبهة الشعبية. قلنا اليوم باش الناس تتمان لابد من اربع نقاط. النقطة الولانية لابد من وضع رزنام التواريخ محدد ضابطة باش تتمان الناس. ووقتاش نكملوا دستورنا. ويجب ان يكون دستور ديمقراطي. ووقتاش نكملوا القانون الانتخابي. ووقتاش نركزوا الهيئات الثلاث. ومتاع الالام ومتاع الانتخابات ومتاع القضاء. هذه زمنة التواريخ محدد. اثنين. قلنا لابد من الاتفاق الادنى. مطلبين وفاق. خلنا مطلبين وفاق. ما ضموني. روض دستور البلاد. تصور انتي توطأ الدستور تونس في 2012. ما فيه حتى اشارة للسيادة الشعبية والسيادة الوطنية. تصور توطأ الدستور تونس في 2012. ما فيهش مرجعية المنظومة الكونية اللي حق للنسان والحريات. وضيحة بصراحة. فلذلك بالنسبة لنحنا. مثل مش نجلو التطبيع. جمعها. وجعونا روسنا قبل على التطبيع. ما فيماش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهي ثورة كرام وثورة فقراء وثورة زواولة. اذا لابد من الاتفاق على حد ادنى مضمون. اثنين. في المجانب المضموني. الحكومة هذه ما عندهش السلطة القانونية. في انها تفرق في الثروة الوطنية. في انها تبيع المؤسسات العمومية. في انها تبيع المؤسسات المصادرة. وما عندهاش القانونة انتو نحكوان. السلاحية القانونية. في انها تبرم اتفاقات دولية. تتعلق بمنصق بالابل. اثلاث. اثلاث. لخلق مناخ ايجابي. يسهل. اجراء انتخابات حرة. نزيهة. شفافة. ديمقراطية. تبقى المعايير الدولية. هي اجراءات فورية عاجلة. اقتصادية واجتماعية. وسياسية. حددناها في 13 او 14 نقطة. تعلق بالاسعار. تعلق بالبطالة. تعلق بجمهة اجراءات. اربعة. راهوا وهذا الكل يجب له ادت. قلنا ان احنا الادات هذية من يكونوا مسؤولا ومتسببا في الازمة. لا يمكن ان يكون ادتا للحل. فطرحنا حكومة كفاءات وطنية ضيقة العدد. ما فيها حتى واحد من جماعة النظام السابق. وحتى واحد ما يترشح لانتخابات القادمة. يتلهو المربع الاول ما قبل الانتخابة 23 اكتوبر معنا. لا مش هذا. ليش? لانه ما قبل 23 اكتوبر وما بعد 23 اكتوبر هو بمرحلة انتقالية. لانه الاستحقاق اللي صار في 23 اكتوبر هو استحقاق دستوري. باش نعملوا نظام جديد. من خلال سياغ الدستوري. حددنا المؤسسات وحد علاقة بعض. الجماعة مشاوا وكذبوا على التوانسة. وقالوا لهم رو باش نعملكم طالب. باش نعملكم كذا. هم يجنون اكاذبهم. ما زرعت ايديهم. لانه المهم مشاوا بخطاب شعبوي يتحمل مسؤوليته الان. لانهم ما فهموش. خطاب شعبوي كان ناجح وناجح وهو لهزم. هاو يغفع. هاو هزم للهاوية. النخبة السياسية والمعارضة الديمقراطية واليسارية سقطت في خطاب نخبوي. لا لا. غير ناجح في علاقة بشراء السياس. ما وتعرف نحنا الى الجحيم النجاح باش نكونوا صدقين مع شعبنا. تعم في السياسة عم ناجحة. جوع الناس وتوكلهم خطابات. هاو هما وكلهم خطابات. نحنا ما كذبناش عالناس. هما هما لغالب. 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 المعطيات ما ممشتش نحاهم. نحنا حزب اخلاقي. وهم حزب لا اخلاقي. نحنا مكذبش عالناس. نحنا كنت انتخابات على الدستور. قلنا لهم يات وان ساوا الدستور نروه. كيفش نروه. مش هوم احكاول. هم رايب باش نعملوكم ونديروكم ونعملوكم ونعملوكم ونبعد اطلاع كلام اللي. مش كان هم عاملوا برامج متعتين متعتين يوم توعود انتخابية. اسمعنا 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 اسمعنا. تحركة مكينة. ومال سياسي عاد. والدورة المساجد واحتلالها. وتوظيفها. هذا مجال اخر. اليوم. هذه مرحلة انتقالية. في العالم كل. المرحلة الانتقالية تدار بتوافق وطني. ما فهموش وهذا. ما فهموش وراه وتحبت اغلبية وتحكم وغيرك. معارضة عادية. هذي يا وقل تبدأ عندنا استحقاق حكم. عندنا انتخابات عادية عامة. طلعت اغلبية تحكم وتنفذ برنامجك. وانا كمعارضة نبقى نشوف اخطائك وننقض ونوجهك. طيب. الى حين تصير الانتخابات لبعده هكذا. اليوم الجماعة هذي مرحلة انتقالية. ما فهموش. وقل قلنا له ماذا. السلطة عندها اكرهاتها. والسلطة كما يقولوا البعض بنتكلم. سيلة تريقة. وبدأوا يتقاسموا في الغنيم. مسيلة رجل نسكن. واستهل لا بجي نسكن. لا لا. بالنسبة لنحن الجمال الشعبي واضحين. ارى عرضت مناصب وزارية. وقت الغنوش. ووقت السبسي. وبعدهم. كلشكم كبير يا خاطر. لا 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 نحنا بالنسبة لنحنا مشنا معنيين بالمسألة هذية وقتها. ومعنيين ببرنامج للانقاض. فقط. هذا ليهمنا. خلينا مش معك الى خطاب السيدة رئيس الجمهورية المؤقتة دكتور محمد نونسف مرزوق. يلي يبدو انه خرج بالقصر الرئاسي من الحكم الى المعارضة. لا لا. هكذا يقال. على الاقل بعض المحلين يقولوا كلام هذية. شوف. اولا عندي مرحوظة صغيرة. اه انا هو خطاب. الكلمة الاخرانية متاع. متاع هو التفسيرات اللي خرجوا بها جماعة دايرين به. لا هو. بعد ضغط النهضة عليهم. نمشي نمشي اللي كلام هو. كلام هو كان واضح. الرجل يتعاطى مع واقع. رغم انه جاء خطاب متأخر جدا. لكن مش مشكلة. فيه تأمل زادا. ايه اخذا كلام انا في تقديري. فيه قدر عالم من المسئولية الوطنية. جاء جاء رأي الحكومة هذية وسط الفشل. وقال جملة اختيرة جاء راب كم بش نوصل. وهكا يا جماعة راب شمش للهلاك. للموت الجماعي. وقال هذي طلب اعتماد الكفاءة. ونحن طلاب كفاءة. يا زينة من الولاقات. يا زينة من واحد ما يعرفش فهمتي ولا حد شي ما عمل حد تجرب في حياته. يا زينة الناس اللي يحبوا يجربوا في التوانسة كيانا في ارغانا تجرب. قال كفاء. اثنين قال ازمة مضايقة. يا زينة بالمئة واثنين. ولا واحد قلي لا رو البرح. قال لي واحد رو اسمع رو ثلاثة وسبعين بركة. يعني تسوف اه تونس. هو رقم معروف اثنين واثمانين. افضيحة. بكل مقايز افضيحة. سيدي الكريم في اسبانيا فهمتي حكومة صغيرة بكل في ازمة. لانهم فهمتي هما اقربة لخمسين مليون ساكن. يعني تقول لي هكا كلام هذي ساكري. لو كان اليوم الحكومة تقول يل. يعني بيش ترجع الحكومة ثلاثين واحد قابلين. لا مش هذي الحكومة ترجع يزين لحكومة كفاءات وطنية. يعني قد يمش عدد معنا تعالى. اي لا بحط العدد مهم ويزين يكون عدد صغير. مهم. يا هذم قاعدين تعاركوا على فمتي ولا الامتيازات. ان هني نقولها وقلتها قبل ومرد علي حد منهم. وعندي معطيات دقيقة باللسان. تعاركوا على دوزين فوتور. وتعاركوا على الكراهة بل يبقى ومتع ليلى بن علي. ثم وزر ازادة شهرهم يصرف عليهم العباد يقولوا. يقولوا. سيدة محرزية قالت اللي اللي. احداش المليون اذوق متاحا. الفلوس اللي ناخذ فيهم. اي. ما بعمرهم مشاو المسروف الخاص. اه. يعني كان. ربي. هي قالت. تعمل فيهم صادقة. هي تتصريح. ما يقبلها قالت وعلى الهواء مباشرة انها تاخد في زملين وشوية. شوية تلو احداش المليون. مهم. ولم تعتذر. وتحكي بالنور وبلك شي. اه عفو. حتى الفينورو ميجوش احداش المليون تونسي. مش تعرفوا. انك ينحكي على اخلاقها ومش ينفدلك. مهم. هذه الناس السلطة اذهبت عقلها. وخلتها تنسى الاخلاق. طيب. سوى شكرا. نرجع لكلام رئيس. كلام الرئيس نعم. في تقديلي وصل التشخيص هذا اللي هو التشخيص مشترك. ما هوش مع المعارضة. مع انه خب عمومها. مع الرأي العام التونسي وصل الحقيقة هذية. مع السيد رئيس الحكومة بيدو. اللي اقر في اكثر من المناسبة ضمنيا بالفشل. المشكلة فيه في البدء. هو طرح حكومة ضيقة وصغيرة. هذي يقلقهم. قالهم يزي بال بالمحاصرة الحزبية. هذا يقلق. الجماعة تحبها يطلق. قالهم يزي من هذا. يزي خانشوفوا شوية من الكفاءات اللي عادنا في تونس. ونعملوا حكومة تكملوا بها المرحلة الانتقالية. ومن بعد تصير انتخابات والليات لا يطلع. ميحبوهش. وبدأ الضغط. واحد يهدد فيه بالايقالة. اي طم بدلوها قالوا من له تلفوك. اذا 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 الدستور الصغير بين ظفري معناتها وقانون منظم السلطات يسمع بهذا. ينجموا اذا هم اغلبية. لا ما واشنوا. المشكلة مش اغلبية. هم. هم تسعة وثمانين واحد. ينجموا يكون اغلبية. انت حسب طبعا ما يخشون منهم سي بير معتها. واحد وثمانين هم. المشكلة مش لهنا. المشكلة آآ مباشرة تنولوا يهدوا فيه. هو كيفاش تعملوا معها. حاولوها الهينا. جاسي عبدالتي في المكي. حتى هو استهدفهم. استهدفهم شوة راحة وضع سياسي دا رئيس دولة. قال انتم على الناس فشلتوا. سيدي كريم. سيدي الكريم. سيدي الكريم. هزا رئيس المؤقت للجمهورية ولا رئيس بحزب? هو رئيس كل التوانسة ولا رئيس? رئيس كل التوانسة طبعا. فش كلم. اذا كيبدأ رئيس كل التوانسة يلزم يقول الحقيقة مباشرة. نهارت لتكلموا قال الحقيقة. مر في حياته قال الحقيقة. هاو. تو هكك. وضغطوا عليه. دكتور مصر مرزوخ. اي 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 انا قلت له قلت له. بل ربعتها الجنف كان يكذب عن الناس. اه. لا 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 ما يكذبش على الناس. اه. انا قلت وقل له ولا رئيس نحكي على رئيس. ايه. ايه. معقول ايه. لا نختلفه معه كثيرا. وقلت له هذا الكلام انا مندي ليه. في عديد المناسبات. مع العلم على المستوى الشخصي احترمه كثيرا. المسال اخر. طيب. هو قرب لكم شوية اليوم اه. مش قريد قرب. هو في مكانه في في خطابه في خطابه سياسي سيدي الكريم علش تحبه تعملوها كأنه استقطاب ثنائي هو كاينه فمتي ولا كورة لا رأيه رئيس جمهورية هذا رئيس جمهورية هذا دوره لانه دوره مش هذا فقط المفروض دوره انه يدفع في اتجاه حوار وطني حقيقي المفروض دوره انه يحاول قصر قرطاج الى من بر الحوار الدائب بين فرقه الكل في اسرع الاجال المفروض انه ينتقل مكلم هذا كان الفعل لانه البلاد في خطر وهذا شوش عملوا معاه طلع سي عبدالطيف المكي مغاديكا وقال اسم عرون النجم منحه كل شي عمليه تمتزاز اغريبة لا تليق لا تليق بكل يعني شنوها حطينوا غادي انتوما وهو قرهين عندك طلعتوه منطقة اسمع نحن طلعناك هكا تتبني الدول ونحن في مرحلة تأسيسية هكا في مرحلة انتقالية اما هكا بهذه الطريقة يمكن اختراق الاحلاف السياسي اذا كان هذا حليفهم وخدمة معاهم سنين طوال وذاق صدرهم به المجرد كلمة تحبهم يقبلوا بيانا وبغيري وبغيري اللي يقف معاهم على الطرفين اقيد تحبهم يقبلوا بمواطني سليانا وبغيرها طيب شنو السقف انتظاراتك من ربما امكانية تفعيل الكلام الذي ذهب اليه سيد الرئيس الجمهورية في كلمة الاخير ممكن انه اللي قالوا هو حكومة كفاءات اجندة سياسية واضحة ولو انه يقولوا اللي السقف الزمن اللي عمله بعيد برشة على الواقع اللي انه مش ممكن انت خبت تبلجوها الاقرار المباشر امام الشعب بفشل الحكومة يعني هذا كل ممكن هذا اللاجم يتبنى عليه شمع انت يتبنى عليه انت كناش سياسي مثلا ببساطة نحن متمسكين تفعيل مبادرة الحوار الوطني متاع الاتحاد اللي عم توسي لشهر وليشارك فيها رئيس المؤقت للبرلماء للحكومة والجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي وشارك فيها للطياف هيجة نتدعى بورقات عمل مكتوبة خليت تلعانها الرأي العام خليعرفوا الحقيقة توانسها بالمكتوب خليعرفوا كنتي كيفاش فكر وانا كيفاش فكر ولاخر اشي اقترح خليناعرفوا شكونا عندهم مقترحات بناءة وحريصة على واحدة البلاد وعلى سلامتها وعلى امنها وعلى استقرارها وعلى المرحلة هذه الانتقالين عبدوها بسلام وشكونا اللي ضد هذايا نحن ببساطة من الان نقوله انتظاراتنا في اتجاه الحوار الوطني الجدي في اتجاه اننا نخرج من عنق زجاجة ونخرج من الازمة المفتوحة المتسبة فيها الطرق معتش كلامنا هذا وحدنا اليوم ثم حالة من الرفض الشعبي من الاحتجاج الشعبي واذا ما يعرفوا الناس كل راهي الشرعية انتخابية اي نعم اما ثم شرعية شعبية مصدر الشرعية الاولى انتخبوك الناس لدعوة للشارع لا 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 عقد وكاله وبالقانون نحكي أنا وكلتك موخشت انو كلام بالقانون ينجم يكون مفتاح وهذهب وهذه هي تلاحق فيك في كل مكان سيد كري انك في خطابات سمحني وبعضتوا يتفضل في كل كلامك في كل الدخولات كنتي نجم من وجم المنابر التلفازية والعلمية اليوم قل ايه 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 شفتك انا ايه اخليت بلاتو وخرش وكل هلو اخليت المعكسي محمد بن سالي مش هذا موضوعنا سيد شكر يعني لم اهرب في حياتي الكلام القانوني والكلام السياسي وما جيش بعد ربع تجرف كي ما جيز سيدها باي ايه بنتي همت سالشكر عبو كله وانت تتكلم تعمل مشكلة مستدر مع شكور يا اما تتكلم مع شكور مع شكور مع السلطة الشرعية اه مع السلطة مع الحكومة مع الحكومة الشرعية مع حكومة المؤقت اسمها مؤقتر وبالقانون ايه مؤقتر حتى يتويه في وقتك اه ما نصبروش ما نسنوش اه مؤقتر هي العام اللي اتفقنا ليت توها حلية اقواص عديدة في العام اللي صحناها مع بعضنا بيش تابقى عام بركة هو خانوا العهد والميثاق تعرف العقوبة الشرعية ليه من يخنوا العهد والميثاق باي ثم خطاب اه تعرف خطاب ايه وخطاب بيه وخطاب جيه منت كل وضعية تختار لنواعي بتاقي خطاب القانون المرسوم اللي دعانا باش نمشوا ويتوانسا انتي 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 دعاك عايت لك المرسوم اللي دعاك باش نمشي انتخذ من هار 23 اكتوبر حدد لك في الفصل 6 منه قل لك راو انتي باش تنتخب ماجل سياسيسي مهمته تنحصر في سياغ الدستور وحدد له المدة زمنية في اجل اقصاها عام يشكون محترمش القانون وخرجانا ولا هو ما بهذا خلنا نرجع للنقطة الاخرى رجاء اليوم ببساطة تحبو الحلول ولا عندك رغبة في انك كاي طرف عندك رغبة في انك تفضل وتسبق مصلحة البلاد وإلا مصلحتك الحزبية اللي هي زيلة وضعيفة بين قرسها اليوم عندك رغبة في نرجع للشعب نحتكمله باش نرجع للشعب نحتكمله سيدي اخوية خلنا نخرجهم الازم خلنا نوفروا مناخ ايجابي بتاع انتخابات ايجابي باش يرجع السيدة والسلطان لصاحب السيدة والسلطان هو الشعب بالقانون نا ناس كل ما فرتاق في تجاه تدفع في تجاه هذا هل نتفع بي مش تتجاه شارع لا اهوش تقيقة شو شارع شو الشارع انت مع انت شارع سيدي الكريم شكون نسايد ميليشياته شكون نسايد يا اخي كل واحد يشارد جمعته يا ودي معناش ميلا هو ما عنده ميليشيات معناش نحنا وعندكم منصار وقواعد اه عندنا منظرين موجودين في كل مكان سيدي كريم كل وانتما حاجة ترى تشوف درابه متاع الجبل الشعبية بشكل مدني سلمي الديمقراطية ذيك الحياة الديمقراطية نحنا مش مع العنف المشات سياسية هم مع الفوضى ما وخكيت على البدائل يخلينا ان قدموا شوية فيه دي ما ثم حرص على البلاد تشبيههم شديه في الكرسي يموتها تشبيههم يتعاركوا يومين حتى ببعاظهم رأوا بان كرسي يخليهم يخجوا طوال الفراغ معتها لا نحضر الفراغ اولا ما فماش فراغ لان الحكومة لا تعني الفراغ وجودها من عدمه الفراغ متعالق بالمجلس الاسيسي اللي انه شرعي الحكومة ما عندهاش علاقة بالشرعي يوم كنتنحها في كل وقت اليوم ايش بيوم ما يتناداوش يجيه نحكيه البلاد يجيه نبنيه بلادها مع بعضنا ينخرجوا منها من الازمة ما يحبوش طيب انا عطيك سؤال واحدة سيد حمادي الجبالي وانش في جاء بكرة لا لا يا سيد حمادي الجبالي هو سؤال كريم سيد حمادي الجبالي من اللي جاء حكينا على الحوار بتعرف مرة واحدة عايتني اتحاورنا اليوتيمة وحيدة كل يوم يحكي سبع لاف مرة على الحوار ما نحكيه شي على المستشارين بتاعه البلاد كلها شوانت اه ما حكي على الحوار هاي بلاد كلها شوانت راجل معتا تدخل على البلاد من خرأ وهو تلهى في الشوانت ويحكي على الحوار ولا هي في الشوانت رأيك ربي فك اسره ربي فك اسره هذي تعاطف معه ربي فك اسره نعرف الرجول لا ستة لهو اللي أجي بتعطف معه مش قديسة تحسوا إنسان صادق لكن الله غالب ضغط من المون بليزير مثلا كلها 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 لا أنا أنا مش نتعطف أنا نتعطف مع كل المظلومين والأسرع يعني هو مظلوم مظلوم وأسير من ظلمها؟ من يحكم ومن يقر نيابة عنه اللي هو؟ اللي هو ساكن المون بليزير اللي هو؟ معروفة شكوها الشيخ رجل غنوشي؟ لا مثلا ما الشيخ شمانت الشيخ السعادية الأستاذ رجل غنوشي؟ لا حاول أنها قوة رئيس الحكومة انضيبات حزبي انضيبات حزبي لا حاول أخي مشتحق توا أنت من عام تحجل غضر مشتحق على أنه رهو من مقاومات الدولة المدنية المحترمة اللي يقولون عليها هم معنا رهو فهمتي والفصل بين الحزب والدولة نرجع للتجمع مش معتها لا 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 مش تجمع اشدخنا في تجمع مش معتها رو الاشتراك اللي يحكم يمشي يشاور الجمهوري ميشاور الاشتراك لا لا مش تشاور عنده مؤسسة عنده مشروع وصل بي للحكم عنده مؤسسة الدولة يليك نوصل للحكم مشروع عنده مؤسسة الدولة طيب الخريطة السياسية في تونس تبدلت شوية نحس بثمان مول في المؤتمر برش خاصة بعد الذي حدث بعد الذي حدث بعد أنه انقسام يعني التقصد برش انقسامات بعد أنه انسحابات لا خليني من الوفاة وغيرها لا لا بعد ما بعد خطاب رئيس الجمهورية المؤقتة الأخران نحس وكين وحتى في الخاردة داخل تأسيسي مهدى بالإعادة شكل من جديد الصباح يحكي معايا أحد رفاقي يقال لي جمعها ضوما عندهم قاعدة قال لي تلفت ويضرب خوب كف رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية المؤقتة عمل خطاب إيجابي بلاد كاملة ثمنات تعرف شكوا نقزموا حزبو حزبو طلعوا لا ما يقصدش هكا ما يقصدش هكا يعنوا في السياسة لم يعملش في السياسة ولا للنهضة يحب يدبره بلا يساعد الرجل قال كلمة حق يجب أن يفرغوها خايفين على كناسهم فضيحة يعني بلاد كاملة تعاطت إيجابيا بهذا الحد أو ذاك حتى ينقض الخطاب هذائي في حدود معقولة ثم بعض النقاط الإيجابية فيه كان هما يعني حتى هو مظلوم داد المسكين ومتعاطف معه سجين لا آآ هو أسير تحالف غالط آآ أيضا هو أسير تحالف قلنا هو الوضع بتاوش قاع بقاك منصف من جافر هو هو أسير تاو حمد الجبالي أسير منصف مرزوخي أسير شكون الحر منصف من جافر والله يتسأل ويسل حزبو اسأل التكتل والتكتلين يقولو لك هم أقدروا مني ومنك بيه نخش بك شوية الوقت قاعد يزر بين برشا سيد شكري بالعيد ما يحدث في تونس يتصادى تم صادى شوية بينه بينه الذي يحدث في مصر مصر كلها في الشارع اليوم التحرير ساحة النهضة غيرها فيه تشخيص ربما وتوصيف لما يحدث فيما يسمى بالربيع العربي أو الإسلاميين الذين حكموا هنا وهناك تم أزمة هيكلية في الإسلام السياسي وإلا الوضع غير الوضع شوف عندي كلمة قبلة وشو غريبة بقل كي نحكو نحن على حركة الإصلاح والتنوير والتحديث في الوطن العربي من القرن تسعتاش تونس ومصر ولبنان الشام هذا كان الإصلاح والتنوير والتحديث أيضا هذا ما أعمدت المسارة الثورية أنا نقول لك من ألطاف الله أنه نتاج الانتخابات عدنا وفي مصر طلعت اليمين المتسفر بالدين اللي يخدم في الأزندة الأمريكية في بلدنا هنقول لي عنيش من ألطاف الله شنو الأخطر اللي كان نجم يحدث؟ عني الأخطر شنو هبش نقولهوك الأخطر من ألطاف الله حكمه بلهفتهم على الحكم تكشفوا 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 من هذه الكارثة اللي عملوا بناعليه في 23 سنة حابوا يعملوا في بعض الأشهر وانكشفوا للشارع وكتشوف الارتباك والتخبط وحالة التوتر والتشنج اللي عندهم الكبيرة برشا لأنهم الناس هذومة وكان فهموا أنها مرحلة انتقالية وقبلوا بحكومة كفاءات وطنية ووقتها وتمترسوا وسوقوا روحهم أكثر كانوا تكون الكارثة بالحق يعني خطأ منهجي عندهم مكهو مش لا لأنه مفتاح خطر عوضي تفضحوه لك في مدة طويلة وتفضحوه في أقل من سنة ما عندهمش الزهر في عوضية الزهر طبعا جيبوله بالعطرشية في اللي ساير في تونس يختلف قليلا عن اللي ساير في مصر أولا إخوان في مصر أقوى من اليمين المتسطر زوراً بالدين في تونس والقوى الديمقراطية في تونس والتقدمية أقوى منها في مصر تجذر النظام الاجتماعي في تونس أكبر من مصر رغم حجم الرموز اللي قاعدين في مدان تحرير اليوم يعني حمدين الصباحي وعمل موسى والبرادعي وغيره وغيره هذا يعني جايك لي خاصة فمتي ولا متقزمش لا متقزمش لا لا اطلاقا اطلاقا مش نقولك لا بالعكس ونحن في البلد هذه عدنا مكاسب ليس موجودة الأشقاء نع في مصر نحن البلد هذه عندها مكسبة متاع مجل التحول الشخصي مكسبة متاع تعليم موحد مكسبة متاع قضاء موحد مكسبة متاع منظومة إدارية متماسكة هذه ضماناتنا اليوم لا مش هذا برقدا عنا مشترك نحن ها وطوانس متماسكين به وعظين عليهم بديهم وسهجيهم وسنانهم ما يفرطوش في مكاسبهم اما مش نزكي عن مصر اهمية مصر لونجور أكبر علش لان علش كما قزة مش مصر لانو مصر اهم الدنيا بالحق قلبنا النابض مصر العنوان الابرز للتحرير وللنكس وقلي تنهض مصر ينهض معاه الوطن العربي بكله وقلي تنتكس مصر لقدر الله ينتكس الوطن العربي لذلك قلبنا على مصر وعلى ميدان التحرير وكالمشهد العظيم تعصباحي الطيار الشعبي انو اللي هنا جبهة شعبية قادي كطيار شعبي لذلك مقاومين ولهنا عنا قاومين وقادي كاقومين ويسيريين لا خرجوا جبهة شعبية وعلقوا حول مجموعة صغيرة فقط فما غيرها لازم ناس محتكرة سيفة القومية قسمتهم القومين لم نقسمهم عدنا ناس نتفوض معهم كأصدقانا واختنا في حركة الشعب ولم تنقى تعصيلة معهم في يوم الأيام وعدنا أطراف قومية موجودة معنا في الجبه لم تغادر عدنا ثلاث أطراف قومية في الجبه الشعبي إلى اليوم فلذلك هذا مجال مش لإنك كان عندك حزب بمثل قومين وحضب طيب نجع وفيه يساريين أبرز عنوين عبد الناصر طبعا وعبد الناصر أحد أبرز عنوين التحر في الوطن العربي إلا الإخوان واليوم مش تموه لأنهم عندهم أقضة تاريخية مع التحرير ومع التنوير ومع النهضة لأنهم حزب ردة ونقوس لذلك يستهدف عبد الناصر يستهدف بومدين يستهدف حشاد الشهيد حشاد عنوان والرأي الكبيرة في تونس يستهدف صدام حسين يستهدف كل الرموز اللي يمكن تحيل للكرامة الوطنية يستهدفوها لأنهم جزء من مشروع أمريكي صهيوني لتقسيم المنطقة طائفيا والأداة كانت قطر خي غريبة القطر تكون حضرتهم بكل طلعوا بالحق كل خرجين من عبيت قطر قطر رأت التطبيع در كبير درش أفلوس أفلوس أصغر أصغر من آخر حبة رمل في جنة طولس والكلام أمور سيادية في الدول لكل حال أنه قطر شعب قطر أكبر من أنه يكون مختصر في شخص ثم جزء جزء من جزء من الأوطن العربي جزء من الأوطن العربي ما يسير لما زيتش عليهم في الحس القوم نحكو على الأنظمة ونقول أنا راه النظام الأردني والنظام المصري لا نحكيش على شعب مصر ولا شعب الأردن وإلا شعب سوريا البطل العظيم هذا كشي ونظامه شي طيب سؤال قبل أخير الذي حدث في سليانا هو حرك شعبي ناس خارجوا للشعب وهو يدلل على أنه أنه خب غير قادرة على الذهاب بالبلاد إلى لحظة دقيقة الفارقة هذه لتدفع رئيس الجمهورية بشكل كلمها ذاكها ولتدفع برئيس حكومة بشكل كلمها ذاكها ولتدفع إلى التمل بداخل مجلس تأسيس كان أنه خب فشلت وإلا أنه خب كانت في الصف الخلفي وراء هذه الأحداث وبالتالي تولدته مسيحة لنتم بحرك الشعب لا سيد الكريم لا لا أطلاقا هو مسار ثوري وحرك وحركة جدل الاجتماعي كبير وحركة مد وجزر وأنه خب أولا هي نخب ليس نخب فيها مع السلطة ومع الحكم ضد الشعب وفيها اللي ملتحم بالشعب فيها اللي قاعد يتبنى وفيها اللي ما زال لم يبنى بعد ودليل لأنه نخب هذه ما هيش يرى رجال السياسة فقط يرى المثقفين والإعلاميين والمبدعين والمفكرين والأكاديمين والرجالات السياسة والنقابيين والاشتحق الإنسان والناشطات النسويات هذوم كلهم نخب وهذا كلهم ساهموا من موقعهم الأعلامي اللي كشف الحقيقة ومشاهوا كل العصاء والضرب وصور هل لعب دوره في كشف الاستبداد والديكتاتورية الرجال السياسة اللي كانت عنده بالجرأة اللي ممشاهوا على عين المكان ووقفوا غادي لعبوا دورهم النقابين اللي أطروا وخلوها في لول تحرك سدمي مدني راقي بالألاف أخي المظاهرة الخرانين بأهل سليانا وهم يغادرون سليانا قالوا له أقعد فيها رمزيا طبعا ريد دلالتها طبعا هو كاري وهو مولاد البلاد هذيك بلاد جبل برجو اللي عمل لك المعركة البطولية العظيمة وهذيك جبل المكثر اللي جسم ظهر الدكتاتور وهذيك سليانا اللي انتفضت عام تسعين جمعة كاملة ضد الدكتاتور وقلي علي العريض ورجل غنوش مع ابن علي ما تشمش يزايدوا تسعين 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 وأكد أنه تسعين لأني كنت لا لا عام تسعين متأكد لا لا تاريخ سيح لا لأنه وقتها مازالوا مع ابن علي وقتها مع ابن علي هما مازالوا رشحوا الانتخابات ودافوا عليها بعد تسعة ثمانين الامور بدأتت أثنين ألا لا تعرف كان كدر عليهم هو يعلم في السياسة آه يعلم في السياسة آآ أسألة قصيرة آآ سيكمال جندوبي اليوم ما يقعد تهمه عليش على خاطره نزيه وانظيف هو محايد وطلحوا لكن اللي تهم فيه وطلحوا طلحهم هما هما اللي يخترحوا ريت ما هما ما ما اخترحوش طب قلبوا عليه قلبوا علينا سخير لا لا هما هما خاطر ما يحبوش واحد نظيف نزيه لأنه يحبو دلسوا لانتخابات القادمة يحبو حال على القياس كانوا يتهموا في أزام النظام السابق بتحريك الشارع اليوم ولا شكري بعيد وشي حامل همامي وغير 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 هذا يقربك من بعضكم من أنت والقوات ديماقراطية والمعارضة عموم بما فيها من نداء تونس وبعض الطيارة سياسية الأخرى والله هي المسلات ترحها كذا هما ولو يتهموا في بعضهم بأزام النظام شفت شكل تصريح انتع اليوم في جريدة يومية يتهم خميس المجل اللي كان لذكر وكان مع أمن الدولة وخطخها تكلم كلها طرعت بوليس سياسي ريت معه نحن مضابينا يكشفونا أرشيف البوليس سياسي خنشوفوا شكون في وزارة الحكومة هذية كانوا يخدموا معها خنشوف شكون في المجلس التأسيسي من مماثلين نهبة في تونس وفي الهجرة في الهجرة نعمل عليها 14 سر في الهجرة 14 سر اللي كانت عن بوليس سياسي خنعرفه ياسي علي العريض رجاء نترجاك ننسى كل خطيات خرج أرشيف البوليس سياسي خنعرفه النهارين خرجوا أسماع في السابيار ناس في مستوى الله هو أعلم الله هو أعلم أنا قلت لك أنا نطالب فقط أنت متابع مسائش 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 شكر مرة دية إذا عنات معلومة في علاقة بالأسماء اللي خرج نحبش نتكول الأسماء أنا نحب القوائم تخرج رسميا نحب أنا نصدقين وزير الداخلية اليوم إن شاء الله ما يكونش في أطراف طوى ما تصدقوش في حتشيك في هذه سيد وزير الداخلية إن شاء الله ما يكونش في أطراف وشكون متورد عندك إضافة في جملة بعد نمشي معاك نتعلم معاك هذه أزلام النظام قضية التقارب شوفها معي نحنا في الجبه الشعبية حاسمين أمرنا في هذا الجلب الجبه الشعبية ممكن دائما مفتحة على قاعة برنامجها ستدخل المعارك الانتخابية القادمة باسم الجبه الشعبية وبأبناء وبنات الجبه الشعبية وبقادتها من منصب رئيس الجمهورية الآخر دائرة بلدية واضح به هذا لأنه هذا مربوط ببرنامج سياسي اقتصادي اجتماع هذيك الجبهات كيف اشتبنا فيما يتعلق بالتقطعات هنا النجم غدوة نطرح أو الواقع يطرح الدفاع لمجالة لحويل الشخصية اللي هبط معنا على الدفاع عليها مرحبا بي غدوة وقلتون تهك الحريات كما جاعدتون تهك اللي يهبط يدافع معنا علي الحريات ضد العسف مرحبا بي يعني ضد التعذيب مرحبا ما هذكا مش متحالف تكتيكي فقط ليه مش تحالف التقاءات تعمل بدنيا كل ضد الأخصاء طبعا ضد العقاب الجماعي وانت تحب تحكيلي على مشروع مشروع الأخصاء نعم نعم نجاولك بوضوح تحصين الثور تحصين الحملة الانتخابية لحركة النهضة وانحب نقول نعم نحن مع المحاسبة مع محاكمة كل من أجرم في حق شعب تونس ولا استولالوا على الملعاب اللي تحمي فيهم النهضة وحكومة الطريق اللي تحمي فيه الوصوص البلاد اللي سرقوا ونهبوا من الملعام ثلاثة واثنينة وعشرين مليار تحمي في حركة النهضة الفاسدين تحمي فيهم التجمعين تيلا حكومة دي فيها تجمعين لو زارفها تم وزير تجمعين إذا هو ما عنده شهيد هكذا دفع عليها من تي تصبر عليها هم نحبه أنا كلامي أنا هم مقدمين هم يحدون على أي رجل يقيموا في الناس ينظيف مرحبا بي ينظيف فيه وقد غيرت أه بربي ووسير ناجل غنوشي حالحمام وفيدو كاسا لا هذا كلام فلذلك نحن واضحين حبه محاسب كل من أجرم يتحاكم بالقضاء نحن ضد ثقافة الاجتفاف والاقتلاع والتصفية كل تونسي لم يتورط فيه ما ورطوش القضاء وما حاكموش هو تونسي على قدم المساواة كيف كيف رئيس الحكومة كيف رئيس الجمهورية يعمل حزب ينخرط في حزب يبطل السياسة يترشح يقاطع لانتخابته حر أخي سؤالتي شكري ما بين كنتي وما بين كامل طايف اللي وليت العنف في الشارع مرة شكري بالعيد مرة كامل طايف أصحاب أنتم أنت كامل طايف لا شمع أنت أصحاب كامل طايف احتضرنا مرة خبه عنده في حمرامام يا رفيقك هدي من الأكاذيب اللي تروج في حق حمل همامي ربما حتى في حق كامل طايف أيضا أنت تعرف شخص والله نعرفه طبعا نعرف كل التونسيين أنا والتونسيات لأنه نشعب على تعاطف معاه شوية وقت ليقع هجوم على دار لا لا مش قضيت أنا خلينا لك حاجة لا ذكا نحب أن نقف عن تحاجة أخي طيب ثم دولة ما فماش دولة مفروض ثم دولة أنا دولة أنتي أنتي لما يقع هجوم هجومة دار كائل من يكون بليشيات تنزم على دار واحد شنو نكون موقف كل أولا والأولا دفعت ودفعت على السلافية وعلى النهضاوية واضح وكان يتعرضوا لأي مظلمة ستجدوني في الصفوف الأمامية ورافع عنهم الناسة دوموا مزلتعرفهم معنا بيما سمعني وكان غدوة يتعرض أي نهضاوي المظلمة قاسما بكل مقدسات ومعتقادات ستجدوني في الصفوف الأمامية ودفع عنها أقسم بالله هاي بالله بكل مقدسات مش بالله فقط واضح طيب فلذلك بالنسبة ليك حكيت وخلنا عودها مرة أخرى هجوم تعمليشيات مرفوضة ومدان هذي حاجة حاجة ثانية أنا سيد كمال الطيف هذا روجل العمال أنا جبطه في المجلس في الهيئة العليل تحقنا في الثور أنا أول واحد جبطه وبردت أحكوم الظل وخلنا عودها مرة أخرى نحن كل واحد يشتغل في الخفاضة حتى تويق يشتغل لا تويق ولا في العالم ديخل مع الراوح أنا كل تونس يخدم في العالم الحق واضحة ثلاثة ثلاثة آآ إنه يتهموه ولم يتهموشوا هذي مسألة هو أولى بالدفاع عن نفسه مني أنا ومن غير أنت محام تنجي بترفع لي غضو أنا والله ما جايش طلب مني كان يطلب مني آآ ويخلصني طنق نشوف أنا عندك وقت المحمات انت وقف العمال طوى أما بربي خل نرجع على كلمة هذي يرى مخبي مخبي حم طواريد حم شي يعمل معاه حم الهمامي كاي فرصة بيش دافع الحم الهمامي بايش ما تسرقش من الأضواء تفضل لا ما تسرقش من الأضواء حم الهمامي كان دائما نجما رفيقي صديقي مثلا حم الهمامي وقلي كان يدافع عليهم أمو الظهدين كان أحلى واحد في العالم وقلي اختلف معهم برنامجيا ولد كل الإشاعات والأكاذيب تجاه وتجاه المناظرة راضي المصر هذا شي يدلل أنه نحن اليسار كنا دائما واضحين نحن تقدمين كنا دائما واضحين في علاقتنا بخصونا نختلف معاك سياسيا لكن لما تضبهد ظلما نقف وندافع لأنه نحن مع القيام الكوني الحق الإنسان اللي هما غيبوها في توطأت الدستور إن شاء الله تكون موجودة كل القيام مترجمة في دستورنا الجديدة لكل حال وإذا كانت وجدت سيكون مكسب للتوانسة وإذا كان يعملوها سنحييهم ونصفق لهم يا رب إن شاء الله يعملون دستور ديمقراطي تقدمي ساعتها سأصفق لأعضاء النظر نقول بركة الله وتختها نتخلي مريدين نحن دين مخاتينهم إن شاء الله هما يخططون الأستاذ شكري بعيد لأمين العام لحزب وطني الديمقراطيين مواحد قيادة في الجبهة الشعبية شكرا لك يا عيش نلتقي مشاهدنا في حوارا سياسيا آخر دائما على قناتك من حوار التونسي إلى اللقاء